طيب معلش عايزين نقول نقطة تانية وهي مسألة الرضا إزاي الإنسان يوصل لحالة الرضا في ظل المفتاح اللي احنا موجودين فيه والحاجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا ده قلل الرضا بالنسبة لناس كتير جدا مسألة الرضا من وجه التاظر هي أساس السعادة إن أنا أكون راضي يكوننا بنتكلم في بداية الحلقة أنه في حد ممكن يكون معاه في الوص بتسهله طبعا أمور حياته لكنه بيسافر وبيشتري لابس وبيركب عربيات كويسة لكن في النهاية ما يقدرش يشتري الرضا يعني الرضا ده صعب الوصول لي إزاي الإنسان ممكن نفسيا يوصل لحالة الرضا معلش يا دالي قبل ما تجاوبي والفرق بين إن أنا أكون راضي عن حياتي وإن أنا أكون طموح وطموحي ده ما يبقاش بيعمل لي حالة من الكآبة إنه أنا لسه عايز أكتر فأبقى مكتئب إن أنا معرفتش أوصله بس الرضا ده أنا وصله بالخطوة الخامسة اللي أنا كنت أكملها في رشدة السعادة إن أنا هيران ناو إن أنا أعيش اللحظة أستمتع باللي موجود أحس بمميزات الحياة اللي أنا عايش فيها دلوقتي أبقى راضي عن كل حاجة بعملها يعني أنا أحسن حاجة عملتها في شغلي النهاردة اللي هي مكتوبيني اللي أنا أقدر أعملها ولو مش هي يبقى أنا تاني يوم بدل ما عود ألوم نفسي تاني يوم أبتدي أشتغل إن هو إزاي تكون أحسن فقصة إن أنا هيران ناو الآن وفي اللحظة دي بتخليني أركز دايما على الحاضر لا الماضي ولا المستقبل ودي النفسي فرصة أفرح بالإنجاز اللي أنا حققته ده كويس جداً لا وطول ما أنت عايش في الحاجة اللي أنت عملتها دلوقتي واتبسطت بيها أو هي نص نص فبتحسنها بتخلي الواحد دايما في حالة منس يعني السلام النفسي والاستقرار العاطفي اللي مش بتخلينا ده فيه توطر التوتر اللي أنا أبسط على المستقبل أو أنضم على الماضي بخليني دايما منزعج الانزعج ده بيفقدنا كل أنواع الرضا أنا مش راضي على اللي فات وخايف من اللي جاي فأنا مش عايش اللحظة فكده ما فيش رضا فلو ركزنا على الوقت الحالي هنقدر نوصل لمرحلة الرضا طبعاً بالقرب من ربنا والعبادات والحاجات دي كلها أن ربنا دايماً بيعمل الخير وأن الأحسن حاجة حصلت لي دلوقتي هي اللي ربنا كاتبها وما فيش أحسن منها ده أقصى ما عندي طب هو يا داليا هي شعورك بالسعادة مثلاً عن حاجة أنجزتها أو شيء وصلت له هو ده شعور بيبقى وقتي وبعد كم ساعة بترجع تبتلي تاني تنكد بقى على نفسك بقى أفكار تانية وتنسى الانبساط اللي كنت فيه من شوية وإيه الفرق بين الأشياء اللي ممكن تسبب لي سعادة مؤقتة والأشياء اللي ممكن تسبب لي سعادة مستمرة وأنا أشتغل على ده إزاي؟ لو أنا بشتغل على هدف مش بتاعي عايزة أقلت حد عايزة أعمل حاجة بابا أو جوزي أو أولادي نفسهم إن أنا يشوفوني فيها هيبقى بعملها بعمل تسك وخلص خلصنا إنما لو هو ده هدف أساسي من أهدافي أنا اللي هتشبق لي رغباتي وطموحاتي وهتخليني ماشي في خطوات سبتة عشان أوصل من مرحلة للتانية وأسم الهدف ده لخطوات وكل معامل هدف أستمتع واتبسط وزي ما شاهز لإيدل نحتفل بأننا حققنا نوع من أنواع الإنجاز حتى لو بسيط